ما تيجي نحسيرها حزبة تانية قولي هل ممكن القصد من فكرة الخروج دلوقتي والكلام على فكرة ان المدير الفني القادم لمنتخب مصر يكون مدير فني وطني القصد منها مثلا كل ده احنا عمليين نحلل الفكرة والخبر يعني يوسف مدير فني لمنتخب مصر يلعب مبراطين في تصفيات كاس العالم تخلص الأولمبيات نتكلم مع هيرفي رينار يجي هيرفي رينار مدير فني لمنتخب مصر الاول وتحتيت كابتن محمد يوسف هل هتجازف مطشين كاس العالم هي دي النقطة بقى هل هتجازف مطشين كاس العالم ده ليس تقليلا من الكابتن محمد يوسف أبدا أبدا الرجل اشتغل مع الاهلي في ظروف أسوأ وأصعب من دي مليون مرة تحت ضغوط 70-80 مليون هو فيه بقى فيه الأهم من المجازف هو لو كابتن محمد يوسف نجح في المطشين بتغتصفات كاس العالم تطيب له مدارب أجنب صحي مفيش فكر مفيش مشروع مفيش حتى فيه البنادب اللي قدامي ده تفكيره مرتب حتى ده مش موجود التواهن ده لازم يتحل من جزوره قلناها مرة واثنين وتلاتة القصة مش هتمشي كده طب لو سألتك انت بقى مين مدير فني وطني يمسك منتخب مصر دلوقتي سيوجه من الترشيحات ومين الأبرز انت شايف ده مدرب يصلح لمنتخب مصر الأول ولا حد ولا حد أصلا ولا حد ليه؟ دي بقى محترامي الكامل فيه مداربين اللي بحبهم جدا على الصعيد الفني بيش بحبهم شخصيا على الصعيد الفني كابتن آمر روادي مدارب منتاز كابتن تامر مصطفى مدارب منتاز كابتن حسام حسن اسمه خبرات واللعيبة تحترمه واللعيبة تشتغل معه بالمناسبة هو رجل عشان بس الناس بتحصره ده ظلم ليه إنه هو راجل بس بتاع جرينتا وبتاع عنده عنده كابتن علي مهر مدارب كويس كل واحد عنده صعيد فيه مشكلة كبيرة كل واحد عنده صعيد مخش في التفاصيل عنده صعيد فيه مشكلة كبيرة كابتن حسام كابتن علي كابتن آمر رماضي كابتن تامر مصطفى كل المداربين حتى اللي في السنتين ثلاثة الأخيرين ماشيين بشكل جيد ما عندكش حد أو مسبت ومتجرب إنه لما جيب في المتخب مصر حصل إيه لما راح منتخب مصر مشي بعد شهر لم يتحمل الضغوط الأمور ما مشيتش معاه ولم يحكم السيطرة ورغم أنه مفروض مش دوره بس لم يحكم السيطرة على منتخب مصر صعب منتخب مصر إنه ستقولك ما عندناش جيل فيه أسامي منتخب مصر فيه أسامي فيه ثقل فيه ثقل جوه الأسامي أنا لما أجي أتكلم على محمد صلاح ولا لعبت الأهلي ولا لعبت الزمالك اللعبة ما مفعش بقى أقوى المدرب ففيه صيد مهم جدا الشخصية أي مدير فني مصري هل هيقبل إنه ييجي لمدة شهرين ما تشين كسل عالم وبعدها أجيب مدير فني أجنبي مع كل الأسامي اللي قتاها دي مش هتشتغل مدرب عام مع مدير فني أجنبي والاسم الأبرز فيهم أقوله لك الاسم الأبرز فيهم وكابتن حسام حصل مش هتشتغل أبدا المدير مهما لو جبت جوار ديولو مشتشتغل مع مدرب عام